بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نداء في القرآن الكريم وهو من النداءات التي زادت على ثمانين موضعاً في كتاب الله هذه النداءات بدأت بيا أيها الذين آمنوا من هذه النداءات التي نريد أن نقف معها يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت ربك في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك أي فانتبه لها فهو إما أمر يأمرك به وإما نهي ينهاك عنه ومن يقرأ القرآن الكريم لو جمع هذه النداءات التي كما قلت زادت على ثمانين موضعاً في كتاب الله لرأى منهجاً يصلح الفرد والجماعة منهجاً يصلح الأمة يا أيها الذين آمنوا بعدها ستجد ربك يأمرك بشيء فيه خير لك وفيه خير لمن حولك يا أيها الذين آمنوا بعدها ستجد نهياً ينهاك الله عنه فيه نفع لك ونفع لمجتمعك في هذا النداء يا أيها الذين آمنوا أيها الجماعة المؤمنة يا من رضيتم بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً قو أنفسكم وأهليكم ابدأ بنفسك خذها إلى طريق الخير نقها من الكدر من الشوائب مما يعلق بها يمنع وصولها صافية نقية إلى ربها لأن فاقد الشيء لا يعطيه إذا ما بدأت بتعليم نفسك كيفية الوصول إلى رب العالمين تستطيع عندها أن تعطي غيرك من أهل بيتك كو أنفسكم لم يقتصر الأمر على ذلك بل جاء إلى أمر أعظم وأهليكم الأهل الزوجة الأولاد أين هم في حياة الرجل أين هم في حياة الأب بيوتنا مهددة من الداخل أين الدفء في بيوتنا أين التواصل أين التراحم حل الخصام وحلت القطيعة وارتفعت الأصوات الزوج يشكو والزوجة تشكو والأولاد يشكون وصارت حالة من عدم الرضا تعم المجتمعات بسبب بعدنا عن منهج ربنا في التعامل بعضنا مع بعض بسبب بعدنا وقفوتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بسنته الشريفة النقية الطاهرة كيف يتعامل المرء مع زوجه كيف يتعامل الإنسان مع أهل بيته فقدنا هذا في بيوتنا فقدنا التواصل صار الكلام قليلا انظر قديما ربما يوضع الطعام ننتظر ساعة أو أكثر حتى يأتي الغائب ليجلس معنا على الطعام وما نأكل حتى نجتمع وإذا ما أكلنا لم ينصرف كل منا بعيدا عن الآخر بل نجتمع نتصامر نتكلم حوار بيننا دائر الكل ينظر في عين الآخر وهو يكلمه بهذا انتشر الحب وبقيت الأسر ونجح الأبناء وكان هناك العلماء والقضاء وكان هناك سادة ساد في هذه الأمة عندما حدست الفرقة وبدأ الجفاء بدأت القطيعة وبدأ انهيار البيوت بيوتنا تحتاج إلى إعادة تأهيل منا انتبهوا أيها الأباء وانتبهنا أيتها الأمهات فبيوتنا مهددة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة